موسيقى نظمت المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بجهة تنجة طوار الحسيمة لقاء حول موضوع التكلفة المالية للمقاولة الصحفية الجهوية من تأطير مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال الخبير الإعلامي عبد المجيد فاطل هذا اللقاء الذي انضمت المديرية الجهوية للاتصال بجهة تنجة طوار جاء في إطار الموسم الجديد للمديرية اعتدنا في السنوات الماضية أن نقوم بابتتاح بحضور شخصيات من الشخصيات الإعلامية الوزنة اليوم حضر معنا الدكتور عبد النجد فاطل وهو أستاذ بالمعهد ومدير للمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير خاصة في مجال الاقتصاد الإعلام الذي تحدد في مداخلته حول تحديات وإكرهات ومشاكل المقاولة الإعلامية سواء كانت سمعية بصرية ورقية أو مكتوبة أعتقد أنه الآن هناك فرصة مع مصروع الجهوية المستعة بأن تلعب الصحافة الجهوية دورا أساسيا وطلائعيا في النهوض بالإقليم وبالجهة بصفتين عامة وبالتالي يجب أن تتوفر لها الإمكانيات الضرورية حتى تصبح صحفة زوية لأنه في المغرب نتحدث عن صحفة زوية لكن في الواقع صحفة الجهوية لا ترقى إلى مستوى الذي نجده في بعض الدول ففي فرنسا مثلا الصحفة الزوية لا تتصدر إصدارات وهي لا تتصدر الصحب وهناك عنادوين متعددة ولكن الصحفة الجهوية تعرف بعض المشاكل خاصة من جانب التمويني بالدرجة الأولى إلى جانب كذلك الموارد البشرية بحيث كذلك يجب أن يعطي أحبية في هذا المجال إلى التكوين لأن الكثير من يتعاطون إلى هذه المهنة أحيانا بدون تكوين أساسي اللقاء شكل فرصة للوقوف عند أهم الإشكاليات التي تواجه المقاولة الصحفية بمختلف أشكالها بما فيها الصحافة الرقمية وعلى رأسها إشكاليات التكلفة المالية والتأطير والتكوين